موسيقى 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 اتعرف في بنيونس من وجدة اتعيش بديار الفرنسية كنت دخلت في عام 2012 و في 2013 قد اتعيش كتاري واحد المحلات موسيقى توجد محلات محلات الموجودة في الكورنش في البيضاء و محلات كبار معروفين عبارة عن ملها و مرقص و فاهمت مع السيد المدير العام للشركة اتعرف كتاري مجموعة عام و فعلا برمنا العقد ومنين دلنا العقد تلست الأمور كما يرام وفي العقد سأدي كي بزاف ده بتشوفه في هذا العقد اللي رأي عندي في الوثائق ديالي أندي كيجة مباري غمالية ومسائل قانونية إلا كانت الأمور غير ميصرة في هذا الأمور مزيانة ممتد باريود دي الوحدة تخوام واحدة تراسي بأن الأمور شوية نقطة في العمل تفاهمت معا مباشرة طريقة وفي هذا المدة كان واحد الإنسان لنائب سيد المدير الشركة يعني نورمال مون أنا ديجي بربوزي وهما يصنوا أكوردي كان يأخذ بعض المبالي بعض المبالي غمالية باش نقص على راسي فلافان ديما بغاف من بعد صلوا ليشي ضروف وفي العقدة كانت المشكلة كان عندنا في العقدة كنت تجدير عقدة مع شي شركة كتعطي واحد الشيك وليشيكين ضمان أنا ديك وتعطيتهم شيكين ضمان مبالي غمالية الشيك واحد كان فيه خمسمائة ألف درهم وشيك كان فيه ثلثمائة ألف درهم كضمان من بعد الظروف مشيت أنا كنت عندي الوفاة تعلو الوليد ديليل تحقت بمدينة وجدة قلت واحد المدة تما وإن لم بعد واحد المدة دي لوفاة واحد الخمسة أيام ولا أسبوع لما نظن يجي واجهي جني هاتف بأن الشيكين ندفعوا الحساب ديلي البنكي أنا كتتفاجأ والمشكل بأنني مسدد الأمور ديلي كلها وعندي وثائق باش مسدد المبالغ المالية ديلي كلها مشي كان هضر هاكا كان تصل بمدير الشركة وكان هضر معاك نقول له زماء ماهو المشكلة هادة المشكلة هادة اللي سرق اللي يعلمني كيقول لي أنا ما عاربش هذا الموديل الكبير لأنه كان مدير جينيغال وليا أنسو ديراكتور جينيغال أنا تصلت بالديراكتور جينيغال وقال لي أنا ما فراسيش أنا غال نشوف معه الموديل الجينيغال اللي رفت ما في المحل أبريل يبقيت مدينة كونتاكت باش نعرف ماهو كيين لتحقت في الدار البيضاء من بعد واحد الأيام لتحقت كان نمشي كان نلقى بعض المشاكيل في المحل الصراوة وهما بقوا هادة بل لأن هادة الشريكة اللي باش نعطيك واحدة الفكرة دي لها هادة شريكة معروفة بهادة المشاكيل دي لها أنا ما كنت عارف من لي الشياكات رجعوا لهم لأنه ما كانتش عندي سيولة دي الفلوس في في الحساب رجعوا لهم بدأوا كي يديروا بعض المشاكيل كي يعرق لسيج العمال كي يديروا مساكيل باش أنا كان طح في المشاكيل و زي ما نخرج من المحل منذ من الآن عندي وطائق ديالي وكنت مؤدي الوجيبات ديالي كاملين قد نساء العمل ديالي هما كانتش عندي ما كانتش عندي ما كانتش عندي كانتش عندي مفتوحة لا تقوم بحياتك بوضع المحل ويعلموك ويقوم باسترد عليهم لتفسخ العقدة لتسلمهم وضع المسائل وإردهم حق لديهم المحل بالطرع ولكن لم يكن من يوجد شكرا لم أكن لديه مشاكل قبل مع أحد قبل أنني في المحل وقالوا لهم نفس المشكل خرجوه ومعروفه ومعروفه ومع نفس المديرين من الذي بدأت استخبار في هذه المسائل وجدت نفس المشكل كإسرائيلية معهم ولكن أريد أن أعرف لماذا كانت تقلب عليه أحيانا لدي فرنسا ومعروف في الفرنسا وجدت ورجعت لماذا أراجئ بالفرنسا وحسب نصافر لقبال في المماريين ومعروفه ولماذا ورد متنفع بإدارة كل مشاكل إذن قلقنا ذلك أرجعت ولماذا أرجعت إني لقد كنت أفاجأ بالأقل القبضا لي أقلت أنني أعرف لماذا أقلت بشاك أخرج من أنهم مهم تشديد المدة التي تشديد فيها لم يكن لديه سوية لكي نخلص هذه الموضوعية كنت الحمد لله كان جريبا لكي نسل لك الوضعية إلا وكينستخبر مستسجن يوصني خبر بأن المحلة ديالي تعرضوا لطريقة غريبة وهي حلوهم اللي باقين عندي في المحلة تحت الحيازة ديالي الوثائق قانونية حلوهم فرعوهم بالمعنى فرعوهم ودخلوا على المكتب ديالي اللي كان عندي فيه جميع الوثائق ديالي المبالغ كانت مشي مبالغ كثيرة ولكن كانت بعد المبالغ لأن منين كانت تشدي كل مكتب ديالك فيه كفر مكان اللي غاي وصلوه اللي غايحلو الوثائق ديال التواصيل ديال المبالغ المالية الفواتر ديال السلع وبعد الوتائق ديالي ما غيرتش ندليوا بها هديك قانون مسائل ديالي أنا تشي خبر غيرتش خبر وصني وفقاش عرفت بأنها تشي مشالية راح حتى خرجت بشيت عرفت بأنها لقيت المحل مشاولي الوتائق مشاولي كل شي فرعوه والمشكل مشي غيرتدخلوا للمكتب ديالي كشي اللي بغاولي دالوشي حاجة كراول محل جابوا واحد سيد كراولو يعني محلاتي تكرا وانا عندي كونترا سيرت المفعول تفاجأ درتشي كاية مسيجن استجبلي حتي شي واحد طريت باش دخلت في اضرب عن الطعام الصحة ديالي كان هلكها باش تستجبلي العذالة دست واحد للمدة عيت الرسل عيت نكتب وعندي واتائق باش رسلت وكتبت بالتواريخ ديالهم بكل شي بالأرقام ولكن إلا شفت رأسي بانا خصني شي حالة باش نستجبوا لهذا الناس درت اضرب عن الطعام رسلتهم إدارة السجون عجل عندي السيد نائب وكي الماليك والغريب في واحد النقطة سوف نشير لكم لها وهي في محضر الإفراغ داروا لي حكم بالقييم بنوا بسندوا عليه بشي طريقة الله أعلم مهمات شي غنبحتو فيه قانونيين وعندي واتائق عندي محضر دي الإفراغ محضر إفراغ بقي بهذا المحضر الإفراغ كيف يقولون فيه بأن انتقلنا إلى المحل الموضوع يعني للمحل ديالي وجدناه مغلقا يقولون وجدناه مغلقا هذه المحكامة هذي تقول وجدناه مغلقا يعني وجدته مغلق شوفي يا أخوية لادة ديال هذا ان 2015 لنش بتوه مغلقا كمانسا سيوزا في انكونتخا هنا اللي حدا يكاريل السيد اللي كراولو اللي كراولو 4 أفريل 2014 وريزاو المحل حتى الآن محل محلول كي يخدم فيه هو كاريه له فاضلا وذكرونه بأنني أنا كين فاضل الارتيكل هنا وهنا كي يجيبو محضر إفراغ محضر إفراغ كي يجيبوه كي يقول لك بأننا نحنا مشينا القينا المحل المبلع وفرغناه منه ومنين سالينة كي يقول لك هنا هاوما منين سالينة سيدي الإفراغ سمحوا لي بالدريجة وبعد ذلك قمنا بإغلاق المحل قمنا بأقفال جديدة وذلك هذا سلطل الان ومنين السالين وذلك يقدمو هذه الملف غريب 2014 وفرغونها في 2006 إطلاق وكي أرغب نحن هذا هو ما يريد أنني أعرف أنني أحسر الناس مسؤولون بيشوفوا هذا الملف ويشوفوا التواريخ ويشوفوا التناقض هذا شخص حرام هذا شخص حرام هذا شخص حرام فرغبوا أن نذهبو أو طرقنا ويمشنırنا في هذه الطرق تحايل علينا يقولون ان ينصبوا علينا ونصبوا ما ينصبوا ونرزقنا كنت كاري عليهم شهرين تقريب المبلغ 420 ألف درهم وهذا شيء متق طلب حاجة وحدة ينصبوني في الحق ديالي في هذا الميل في هذا أنا هذا أنا جيت استطمرت في البلاد ديالي وكان بني داع تعسيدنا ومشي كنقول هذا كان فتاخر بهذا الكلمة لأن بلادي ما عنديش فيه نمشي مغير بلادي وكان حتزب المغربية ديالي بسعى باش نجي نضر ومشي لي حقي والله غالوا دابا وليت كان خايف أنا وليت خايف على غراسي واللي تقسني دابا نهزب نياتي ونهزب مراتي ونمشي في حالاتي نخرج مشي نتوريزي علاش حتى نطلقوا سيدنا دابا احنا نقلبوا على سيدنا فين كاين باش نتصدعوه من هاد المشاكي الكاملة اللي عندو سنمشي وعندوه ندولوا ميلف ونقولوا لسيدنا الله يجازيك باخير لانا تشلي ولا واقع راهمني كنوصلوا الميلف لسيدنا عذرا كيتقد حتى في الخطب ديالله راه قال هاشارلي هاجوج مرات وثلاثة وربعة قالوا ما راكن عتز انايا بالمغاربة ديالي اللي كي يجو عندي تشكاو وانو جاهلي سالتي انا على هاد الميلف ديالي باش ينصفوني العدلة عدلة انا مضرور عندي وطاق قانونية عندي محاضر الميلف باللي يرجع كنا في الولا اياك منا المشاكي للمحاضر ديالنا رجعنا الميلف للدراسة مشي لتحتنا حاليا بالرئاسة بسيد وكلي الملك وإلا كنتفاجئ بالميلف بانه غدي تحفظ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة